ما جرى في مصر أو ما يجري في مصر هو محاولة يائسة قولا واحدا لمحاولة إيقاف تقدم هذه الدولة هذه العبارة أعدها تاني لأنه ممكن يتقال أنه أي كلام بيتقال لا مش أي كلام اللي بيحصل من أهل الشر وأبواقهم وإعلامهم هي محاولة واضحة واضحة تماما لمحاولة إيقاف انطلاق هذه الأمة عايزين يوقفوكم احنا بنبني وبنتحرك تعبنين تعبنين ربطين على البطون ربطين على البطون عندنا مشاكل عندنا مشاكل عندنا أزمات عندنا أزمات عندنا حاجات قديمة وطلعت عندنا حاجات قديمة وطلعت عندنا حاجات كتير جدا كل ما يمكن أنه تعتبره أزمة موجود كل ما يمكن تعتبره حل ناجع للخروج من هذه الأزمة موجود كل ما يمكن أن تعتبر أنه فيه صبر مجتمعي واضح وفيه حكمة قيادية واضحة وفيه محاولة للانطلاق ده واضح واصل لكن هل مصر لو دولة فاشلة ولو دولة يعني مترجعة اقتصاديا ومترجعة في البناء التحتية وبناء الأسية والموقف الإقليمي وإلى آخره هل كان هتزعج حد يعني كان هل يمكن أنه هؤلاء ينزعج ولا ما كانوش نحطها في اعتبرهم لأن مصر أصبحت مش عايز أقول بن قسين بلد تخوف آه تخوف تخوف أعداء البلد بتنطلق معدل النمو بتاع مصر خلال الأعوام الماضية وجبتها لحضراتكم على هذه الشاشة مرارا وتكرارا وقلنا أنه معدل النمو في مصر هو أكبر معدل على مستوى العالم للدول الناشئة وقلنا أن أداء الجنين لمصر كان هو الأفضل على مستوى العالم رقم 2 على مستوى العالم فيه الاقتصادات الناشئة أيضا قلنا أن معدل البطال اللي حصل في مصر الناس اللي بتشتغل يعني آه آه والناس اللي قاعدة في البيوت مش لقين شغل أو على الأهاوي انخفض لأول مرة منذ 11 عام قلنا حاجات كتير وكلام موثق وكنا بنتحدى أن حد يقول إن فيه رقم أو فيه إحصائية أو فيه نسبة مش صحيحة ترجمة نانسي قنقر